برنامجك على مستوى التمارين على مستوى متى راح اطلع متى راح ادخل على مستوى التصاريح الان كل الامور هذي مهمة ينتظرون هذه اللحظة وان شاء الله يولفكم مع الوليد الركراك المدرب اللي صج فترة قصيرة لكن يمتلك مجموعة والله عنده جماهيرية الجمهور كل موام احبا انه كان مع الوزاد حقق بطولات كبيرة وجاء بفريقيا ولذلك انا اعتقد انه المغرب ان شاء الله نغل من المجموعة الصعبة لكن تمتلك عناصر جدا جدا وهما توقعنا الامهر على مستوى شمال افريقيا وافريقيا صحيح مهارات كلاعبي ووجودهم بشكل كبير جدا في اوروبا وقعدي يهيئون هذا المنتخب عندما استعانوا بالمنتخب اللي نقول المحليين وتموش المحترفين وشاركوا فيه بافريقيا وبطولات اخرى واليوم يعني مجهزين ان شاء الله لكاس العالم نحن بانتظار مشاهدين بان نعلق مبارا حق المغرب صج بتجيك مغرب كرواتيا تجيك مغرب كرواتيا كرواتيا الاولى الاولى قلبك شو يطابعك يولغ ضد مودريش بس مودريش ما هم من المتخب كرواتيا لا عشان مغرب كل شي هون مودريش يا كنا بس المودريش راح ي بيبدع هون لان اخر ايامه فتحس انه بيودع هذه اللمسة اللي اعطيك يا ها شي حلو شي جميل لكن المباراة صراحة حلو خلنسكرا شكرا 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 محمد وخلال هذه اللحظة ولا اجواء عندك تشجيعية واجواء اخرى صور اعطل انت ث precedent من المعانا من الشباب حسن احمد احسن بس اثناء هذه اللحظة على ما نجهز لقطة ان شاء الله الكاميرات لنا مباشرة امام السكن المنتخب المغربي وصول المنتخب المغربيryn توقع الى سكن الفندق ان شاء الله راح ناخذ لكم بلقطات اخرى مع مراسلنا نور وايضا بلقطات مباشرة حسن لحمة فضل حبيبي يا مشعل دام فضلك طبعا أنا موجود هنا مثل ما ذكرت على كورنيش الدوحة تحديدا في ساحة الأعلام وكانت هناك أعداد كبيرة تمروا تجي وعلى أساس أنها تطلع معنا لكن نحن بأمانة كنا مستمتعين معاك مع مذيعنا ومعلقنا الكبير خالد الحدي بأمانة أنت قلت بأعطيك خلطات على أساس أنك تعلق بمباريات ومونديال كاس العالم لكن الحين لازم تعطي لي أنك تعبت في الكلام نحن موجودين معانا الجماهير المغربية من فترة طويلة قاعدين ينتظرونها حياكم الله تفضلوا تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا قبل شويك أنت سولف وياها يا مشعل هذه أميمة من المغرب قلت لها المنتخب المغربي بعدني ما كملت الكلام قالت لي لا بس مجرد سبعة يايين اليوم لأرقطر أول حجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا المنتخب المغربي حاليا جايين سبعات ديل اللاعبين ومعهم طاقم تقني وطاقم طبي وانساء الله تعالى من بعدها يجيوا ان شاء الله اللاعباء اللي باقين أنت مقيمة هنا في دولة قطر لكن ما شاء الله عليش ما بس يا يا كم مشجعة للمنتخب المغربي تنعرف أنها مجموعة صعبة لكن حتى أخبار المنتخب المغربي تتابعونها أول بول شو صر هذا الحب الكبير صح كل واحد يحب منتخبه لكن حب أنش أنت تتابعي كل صغيرة وكبيرة وكل التفاصيل منتخب المغربي طبعا أول حاجة الحب الكبير للوطن ولكن سر الحب ديالنا للكورة هو الحب ديال الفاريق ديالنا في المغرب الرجاء الرياضي هو اللي كيخليك أنك تتابع جميع التفاصيل ديال الرياضة والحب ديال الرياضة بالحكم العامل العامل جايلي كمعالقة صوتية رياضية فلحد الحاجات كيخليك أنك تزيد تبغي تعرف تفاصيل أكثر وأكثر عن المنتخب ونسأل الله وقلت منه وتصوفيق نسأل المنتخب المغربي خلال فعاليات كأس العالم 2022 إن وصل منتخبكم للفندق تابعوا طلعون هناك تاخذون الصورة ولا نكمل لأنه على طول لازم نربط المنتخب وصل نزين نقول الحمد لله على سلامة البعثة اللي جدت في الجسمة على أساس أنها تشارك فيه مونديال كاس العالم لكن مجموعة صعبة عندك بلجيكة عندك كرواتية شو اللي تشوف أنت والله العظيم إحنا ما نكذبش عليك أنا شخصيا أكثر أكثر يعني أكثر مصابقة نكون متفائل فيها كتير بالمنتخب الوطني أنه راح يججاز الدور الأول وكنظن يمشي أبعد أبعد حتى من الدور الأول لأن التشكيلة اللي حط وليد الرقراقي أكثر يعني مناسبة أكثر لهذا الكأس وش نقول لك؟ المغربي لما يقولوا أنه حمد الله راح يكون موجود هذا اللي كنت ناوي نقول لأن الحلقة الأضعف عندنا في المنتخب هي الهدف فلما جبت الهدف إذن خلاص ما بقى ولا حلقة أضعف في المنتخب تقول لي ماشي والله حلقة أضعف ماسك لي الجسمة عالم المغرب أبي أشوفه وبعد ما أطلع عالم المغرب لازم تسمعني حاجة أنا أشوف عالم المغرب أم بروحي أتحمس على أساس أني أكون وياكم زين نمسك عالم المغرب مع بعض وتسمعوني شيء عن المنتخب المغربي نحن وياك نحن وياك مع بعض توقذر الله عليها ونجيبوها والله ما تروحي ويربي واسنو صاري كنو رجالة درالي والله صاح أني أنا ما أحافظ لكن يعطيكم العافية ما قصرتوا كل التوفيق للمنتخب دوحة لاحظنا كل أخواني المراسلين اليوم غلبة وفوز على هذا وصلت الحافلة للجمهور المغربي المنتشر في كل مكان عند أخي محمد سباعي عند محمد السعدي عند أمين في البوليفارد أمام عند نور الدين في مقر سكن المنتخب اللي وصل الآن محمد سباعي تفضل مرة أخرى كيف جمهور المغربي يمسوي زحمة شكرا